رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بإصدار الأمر الملكي السامي بمنح وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق طبي لخمسة عشر ألفا وثمانمائة وأحد عشر من العاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة لهم من مختلف الجهات والمواقع تقديرا لعملهم الدؤوب والمتواصل في مختلف مراحل جائحة فيروس كورونا وتضحياتهم المشرفة التي سطروا بها أروع قصص العطاء مضحين بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كفة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكفة الجهات الحكومية المساندة مؤكدا سموه أن الأمر الملكي السامي يحمل معان خالصة تعكس ما يبديه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام ورعاية بجميع أبناء البحرين العاملين في الصفوف الأمامية والجهات الحكومية المساندة لهم وتقدير جلالته لما يقومون به من أدوار هامة في مسيرة الوطن في ظل الظروف العالمية الاستثنائية لفيروس كورونا واجدد سموه عزم فريق البحرين لمواصلة حمل أمانة المسؤولية للذود عن أرض الوطن في مختلف التحديات كي تكون مسيرة النماء والازدهار بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بإذن الله مستمرة يدفعها عزم أبنائها وحبهم للتحدي وعشقهم للإنجاز مشيدا بما تحقق من منجزات ونجاحات بسواعد أبناء الوطن طوال فترة التعامل مع الجائحة معربا عن شكره لهذه الجهود المخلصة التي وضعت نصب عينيها مصلحة الوطن والحفاظ على صحة الجميع في كل الظروف